علي أبو القاسم ولعبة الجنباز أولاً ألف مبروك وكلمني على إحساسك بالإنجاز وبالاهتمام كمان دي نقطة عايزة أسألوه كلكو علي علي يعني إنجاز كبير إنجاز بقاله كتير ما تحققش بقاله 17 سنة الجنباز صعب جداً دي 3 كارات بلعبه 17 سنة لم تحصل مصر على ميداليا؟ على ميداليا في البحر المتوسط فعلاً ليه؟ ليه الجنباز متعسر كده؟ الجنباز صعب جداً الدول اللي فيه اللي بتلعبه في البحر المتوسط هي عليها ترتيب أوليمبي يعني من الأول خمسة كمان مش هنقوم من الأول ثمانية اللعبة قوية المشاركة برضو الناس اللي كانت هناك والمنافسة فيها مش حاجة سهلة يعني وزي ما كانت رجب يقولك بطولة على مصغرة هي بالنسبة لنا بطولة على مصغرة بس يعني قوية جداً جبنا ميداليا دهب في البنات ودي كالتاني ميداليا في الدورة ديت وميداليتي هي في الولاد دي اللي كانت أول ميداليا من 17 سنة كان بالنسبة لي حاجة كبيرة جداً أنا في الدورة اللي قابليها ما أحققش الميداليا 3 المركز الرابع بفرق 33 من ألف مع إن كنت مصنف إن أنا أخد برضو برونس فكان بالنسبة لي إن أنا مستنى الدورة دي تيجي بعد 4 سنين عشان لازم أجيب إلى ميداليا عشان الانتقام العودة وانتقم أجيب إلى هدف بتاعي فمتا حاجة كبيرة الاستقبال طبعاً حاجة كبيرة جداً إعلامية من تغطية ما كنتش متخيل هتبقى كده الفترة دي في تكريم كويس إن شاء الله عندنا تكريم الرئيس بكرة دي كنت حاجة تمناها ويعني إن شاء الله هتتحقق بكرة قبل البطولة ديت كنت في كاس عالم في كرواتي حققات مركز ثالث ده كان تحليراً برضي البطولة وده بداني حافز إن أنا وصل ليها وحقق الميداليا قبلها كان تقريباً مش هاهرة بالزبط وكان عندي بطولة أفريكية وجبت أول أفريكية رائعاً طب يعني آه يعني مسيرة طويرة لإنه واضح إنه يعني وهنعرف برضو منكم وكلكم إنه لما توصلوا للمرحلة زي إيدي واتحققوا ميداليات إن فيه وراكه مجهود كبير اتعامل علشان تحقق مداله بصراحة كان الفترة اللي فاتت دي مجهود للتحدي عندنا ودكتور أهب أمين مجهود كبير ولو اللجنة الفنية ونقل الرئيس كانت نحمد طلعت برضو والمداربين والجهز الفني فالناس دي بصراحة اشتغلت كويس جداً واشتغلت بكل جهد عشان نوصل إنه نحن نحقق دوت والصراحة بشكرهم يعني طبعاً